مئات القتلى وآلاف الجرح والمفقودين وخسائر فادحة في المنشآت والممتلكات ورعب وهلع يفق من واجع العاصمة اللبنانية بيروت المنكوبة وما يزال الغموض يلف الجزء المتعلق بوجود ذلك الكم الهائل من مادة نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت يوما بعد يوم تتكشف أدلة تربط حزب الله اللبناني بانفجار بيروت وما ضاعف من حجم التساؤلات وجود وقاع سابقة تربط امتلاك أفراد في حزب الله اللبناني لتلك المادة صحيفة فلت الألمانية كشفت عن مؤشرات عديدة تفيد بأن ميليشيا حزب الله اللبناني ضلعت باستخدام نترات الأمونيوم ووفقا للمعلومات الواردة من وكالات الاستخبارات الغربية والتي نقلتها الصحيفة الألمانية فقد تلقى حزب الله في لبنان شحنات كبيرة من تلك المادة مضيفة أن وحدة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني كانت مسؤولة عن نقل كميات كبيرة من نترات الأمونيوم ويقال أن إيران زودت حزب الله بقرابة 630 إلى 670 طن من نترات الأمونيوم توزعت على ثلاث دفعات وصلت لحزب الله جوا وبحرا وبرا وتم تحصيل مليار ريال إيراني للتسليم في الرابع من شهر أبريل نيسا من عام 2014 أي نحو 61438 يورو وأوردت الصحيفة أن شحنة شهر أكتوبر من عام 2013 نقلت في حاويات مرنة بالطائرة بواسطة شركة الطيران الإيرانية مهان إير والتي تعتبر إحدى أهم شركات الحرس الثورية ولأنه غالبا ما يتم تسليم شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله عبر سوريا إلى لبنان يعتقد أن شحنة الأخرى سلمت عبر الحدود السورية وتؤكد الصحيفة ذاتها أن بحوزتها مستندات فواتير لعمليات التسليم هذه وبالحديث عن تنظيم عمليات التسليم يقال إنه تم تنظيمها من قبل الدائرة اللوجستية لوحدة القدس التي يرأسها مشتبى موسوي طبر وإثنين آخرين منهم نائبه بهنام شهرياري رئيس شركة النقل الإيرانية التي تعاملت على ما يبدو مع تسليم نترات الأمونيوم إلى حزب الله ليذكر أن بهنام شهرياري مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية لدعم حزب الله أما الشخصية الثانية فهو محمد قصير المسؤول عن الخدمات اللوجستية لحزب الله لمدة عشرين عاما وكان مسؤولا أيضا عن دفع تكاليف تسليم نترات الأمونيوم كما أنه حلقة وصن مهم بين تنظيمه من جهة وإيران وسوريا من جهة أخرى الظهر في صور إخبارية لوكالة تسليم الإيرانية في الخلفية خلال محادثة بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره رئيس النظام السوري بشار الأسد وقاسم سليماني هذه الحقائق لا تشير مباشرة إلى أن حزب الله هو المتلقي لهذه المواد التي انفجرت في بيروت لكن المعلومات الاستخباراتية تثبت تخزينه لكميات كبيرة من نترات الأمونيوم في ذلك الوقت بالضبط خبير أمني غربي قال إن المعلومات الواردة معقولة من حيث المبدأ لأنها تتطابق مع المعلومات حول تعامل حزب الله مع نترات الأمونيوم وإلا فلماذا كان على الحرس الثوري تزويد حزب الله في ظل هذه الظروف السرية بمواد متاحة بالمجان من حيث المبدأ ويرى الخبير أن السبب وراء قيام الحزب بإخفاء المتفجرات في ذلك الوقت هو الحرب في سوريا فقد كان هذا الوقت هو الذي استخدم فيه نظام الأسد وحلفائه قنابل بدائية ضد تقدم فصائل المعارضة في سوريا اشتركوا في القناة